صباح الورد عليكم وصباحكم زي الفل ومعاكم النهاردة فاطمة أبو علي والنهاردة جاي لكم بوصفة طحفة هتخلي بشرتك أمر 14 هتخلي وشك منور بمسكات يعني بسيطة جدا من البيت هتخلي بشرتك تبقى نظرة تبقى كلها حيوية ونشاط تبقى زي بشرة الأطفال المسك ده بيعالج الشيخوخة أو مش يعني مش بيعالجه أو يعني بيداري شوية علامات التجعيدي اللي بتبقى على وشنا بيخلي بشرتنا زي الأطفال حاجة كده يعني ايه طحفة بجد كل المكونات سهلة وبسيطة جدا شوفوا بقى هنحط فيها الجليسرين والجليسرين مفيد جدا للبشرة بيخلي بشرتنا نعمة قوي زي الأطفال وكمان معايا صابون الدف هاخد منها معلقتين ومعلقتين من بودرة الأطفال انتو عارفين بقى البودرة دي حلوة جدا للأطفال بترطب البشرة وكمان معلقتين كبار من ماء الورد اللي بيخلي بشرتك ناظرة وتبقى كده كلها حيوية بصوا الوصفة سهلة وبسيطة هجيب الصابونة وهبشرها بمبشرها رفيعة جدا واخد منها ما يعادل معلقتين بصوا معلقتين كبار بالشكل كده والشكل ده وهحطها بقولة كبيرة وهبتدي هنا اضيف عليها مية الورد علشان عايزة الصابون ده يبقى كريمي خالص هقل فيه لحد ما كل البشر بتاع الصابون يكون ناعم جدا بصوا بقى كريمي خالص بصراحة وهبتدي بقى اضيف معلقة كبيرة من الجلسرين اللي بيخلي بشرته نعمة كمان لو تجيب الجلسرين وتحطي على مية ورد وتعمليه مصك كل يوم بالليل بيبقى تحفى ومعلقتين كبار من بودرة الأطفال برضو بتخلي بشرتنا ناضرة كلها بصوا مكونات بتخلي البشرة زي الأطفال بصوا بقى شكله كريمي خالص المكونات دي هتقعد معاكي بالسنة في التلاجة يعني ولا هيجرالها اي حاجة اي علبة كريم عندك بقى متواجدة كده فاضية اخسليها كويس جدا ونشي فيها وابدأ يحطيها فيها المصك ده ينفع للأماكن الحساسة للأماكن الغمقة للإيديل للبشرة للرقبة لتحت القبط لكل الأماكن الغمقة في جسمك لكعب رجلك كمان جربيه ودعيلي هيخلي بشرتك تحفى هنخليه على البشرة حوالي عشر دقايق بس هتشربي بشرتك كويس قوي قوي بيه بالشكل ده لحد ما بشرتك تبقى مش باين فيها خالص الكريم بصوا لكنك جايبة كريم من بره يعني مصك عملنا بحاجات قليلة قوي قوي في البيت بدرة الأطفال مفيدة جدا لولادنا فهي مفيدة لولاد الصغيرة فطبعا تبقى مفيدة لبشرتنا احنا كمان فما فيهاش حاجات كيميائية يعني وصابونة الضف من الحاجات اللي كلها زيوت حلوة زي جلسرين من الزيوت الطبيعية فكل الحاجات اللي احنا استخدمناها هتخلي بشرتك أمر 14 هتنوري اهتم ببشرتك وبأيديكي وبرجلك وكل حتة بجسمك اهتم بيها علشان احنا اللي نهتم بنفسنا محدش يهتم بيه اهتم ببشرتك كويس جدا علشان ما تجبرش في السن والتجايد تظهر عليك لأ بحاجات بسيطة جدا تبقى بشرتك منورة وزي الفل كمان لما نحط على وشنا نوزع الرقبة علشان باكون لها لون واحد صدقيني جربي المسك ده مرتين في الاسبوع واتفرجي على الجمال هيقعد حوالي 10 دقيقة او 12 دقيقة اول ما تتشربوا البشرة يعفروكيه كويس جدا واخسليه بمية بردة وبعد كده حطي شوية من مية الورد وانتظر وصفاتي تيل جدا هنعملها بالجليسرين مع مية الورد هتفرق قوي في لون بشرتنا وفي النضارة هتحسي ان وشك مدي لون وردي بحاجات طبيعية مش حاجات كيميائية وصفتنا سهلة وبسيطة ويارب تكون عجبتكم واسبكم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة